في نفس الوقت أيضاً، كان ضمن الحاجات التي كنا نتكلم بها دائماً مع دكتور سعد، ومع الكابتن، ومع مجل صدارة، أن نحن كيف نهاردة أن أنت عندك عقد رعاية، وعقدة فضائي، كيف نهاردة أن نحن نعمل مشاريع تكون مشاريع بشكل بين اللعيبة، الجمهور، والنادي؟ النهاردة كيف تعمل محاولة بين اللعيب نادي الأهلي، وبين الجمهور بشكل، ويكون الإرادة المالية في الآخر يخش نادي على طول. فدي حاجة تطلع قريباً إن شاء الله كده كده إن شاء الله في خلال ممكن أسبوعين تأتي بكتير قوي، بلس إن حاجة كان حصلت عليها كلام قبل كده، كان الانلاين ستور بتاعنادي الأهلي، ده حاجة أخيرتك إن كان مجلس وافع عليها من فترة، وخاصة يطلع في خلال إن شاء الله من أسبوع عشر تيام هيتطلع من دلوقتي، فالنهاردة الانلاين ستور بيديك وضع مختلف إن إنت إزاي توصل لكل عالم، إنت لبسك كله وكل مشندايزنج واللبس وكل حاجة يشتغل في مصر والخليج وأوروبا وأمريكا وأستراليا، فأي جمهور الأهلي في أي حتة فعالة ممكن يوصل لك متسهول، بس، فدي حاجات كل حاجات مبدئية يعني ممكن متسهول. ترجمة نانسي قنقر